السلام عليكم ورحمة الله معكم أخوكم محمد حسن من قناة نسمات زراعية اليوم هنتكلم عن مشكلة نقل النباتات من المشتل ليه أنت لما تروح المشتل تلقى نبات صحة وممتازة شكل وممتاز، اخضرار وممتاز مجرد ما تروح البيت وتنقله في مركن أو قصيص أو تودي البيت تحصل عندك زبول أو النبات ممكن يموت أو تتساقط الأوراق إن شاء الله هنقول لكم على إيه أسباب المشكلة دية وحنقول لكم إزاي تقدروا تتفادوا المشكلة دية تابعونا لغاية آخر الفيديو وإن شاء الله هتعرفوا كل حاجة بالتفصيل وقبل ما نبدأ في الشرح ياريت تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس النقطة دي المشكلة دي سببها نقطتين النقطة الأولى بتتعلق بالظروف البيئية للنبات اختلال في الظروف البيئية للنبات والنقطة الثانية بتتعلق بالمراكن والقصص هقول لكم على كل واحدة بالتفصيل بالنسبة للنقطة الأولى وهي اختلال الظروف البيئية للنبات تابعوا التجربة دي وإن شاء الله هتقول لكم على الشرح بعد التجربة تجربتنا يا جماعة هتكون كالآتي أنا الآن في بيت محمي درجة الحرارة فيه 22 درجة مئوية ودرجة الحرارة بتاريخ اليوم 37 خارج البيئة المحمي 45 درجة مئوية عندنا نبات روزماري زي اللي قدامكم ده وحنجيب معاها نباتين من نباتات الويدالية وبعد الظهر وفي عز اجتداد الحرارة حنطلع النباتات دي من البيئة المحمي اللي هو درجة الحرارة 22 حنحطهم في الشمس المباشرة خارج البيئة المحمي اللي هو درجة الحرارة 45 وحنشوف النتيجة بعد يوم وبعد يوم واحد فقط نباتات الويدالية اللي اتنين ماتوا جفوا تماما وأيضا الروزماري بعض الأوراق حصل عليها زبول وبعض الأوراق حصل عليها احتراق في الأطراف وأيضا نبات الروزماري تشعر وكأنه تأثر بصورة كبيرة واللي نفهم ومتجربة دي يا جماعة أن النبات ما ينفعش يكون في المستل في جو رضوبة ممتازة وإضاءة ممتازة والحرارة ممتازة وفجأة نيجي نشيله من المستل نحطه في الشمس مباشرة هيحصل اختلال في الظروف البيئية هتحصل صدمة للنبات النبات بسببها ممكن تتساغط الأوراق ممكن كامل الأوراق تتساغط ممكن جزء معين من الأوراق تتساغط ممكن النبات يزبل ممكن النبات بالكامل يموت نحاول نخلي بالنا من النقطة دي لو اشترينا نباتات من المستل نحاول بالتدريج نعودها على جو البيت يعني على قدر الإمكان نحاول نهيئ نفس الظروف البيئية والجوية اللي كانت في المشتل نهيئها للنبات في البيت بالتالي هنتفادى المشكلة ديه إن شاء الله بالنسبة للنقطة التانية يا جماعة وهي نقل النبات من ماركن أو قصيص إلى قصيص تاني كل اللي يهمني في القصيص الجديد أو الماركن الجديد فتحات التصريف أهم حاجة أهم من حجم الماركن نفسه يعني أنا عند الماركن ده عندي فتحات تصريف تمام فتحات تصريف تقريبا عند الماركن الكبير ده ما فيش ولا فتحة تصريف في الحالة دي الماركن الصغير أفضل عندي من الماركن الكبير ولو حبيت الماركن الصغير أفضل ولو حبيت استخدم الماركن أو القصيص الكبير دا اللي قدامكم لازم أعمل فتحات تصريف سقوب تصريف من تحت بأي آلة حد عندك ممكن تعمل خمس أو ست فتحات تصريف في الماركن بالنسبة للسؤال اللي بيجينا دايما اللي هو استخدام البحث أو الزلط في أسفل الماركن بهدف التهوية الزايدة طالما أنك بتستخدم نوعية طربة جيدة للتصريف فأنا بشوف أنه ما فيش داعي أنك تستخدم البحث أو الزلط في أسفل الماركن ولو قررت أنك هتستخدم البحث أو الزلط في أسفل الماركن لازم يكون فيه عازل ما بين التربة والبحث لأن التربة لو دخلت بين حبيبات البحث أو الزلط هتعمل طبقة سماء مع الري وبالتالي هتمنع التصريف نهائيا طالية اللي أنا بستخدمه عبارة عن رمل مع بتموس مخصب مع برلايت الأبيض برلايت والأسود اللي هو البتموس والرمل اللي هو الرمل الزراع العادي تلت إلى تلت إلى تلت زائد نسبة جليلة جدا من استماد العضو ده الخليط اللي أنا بستخدمه دايما دعب عن القصيس قبل الزراع نرويه عشان خاضر يمسك للتربة نقدر شايفين الماركن في خلال دقيقة صرف الميا معناته أن التربة جيدة التصريف طيب عندنا نبات زي ده حبينا نشيلوا من الماركن اللي هو فيه عشان خاضر ما نقطعش الجزور لازم نروي الماركن ده أو القصيس ده اللي هو النبات اللي احنا اشترانها نرويه كويس قبل عملية النقل عشان خاضر التربة تكون متماسكة مع بعض بعدين هنمسك من الساك وهي ضربة واحدة على حسب تمسك الجزور بالماركن شايفين الجزور مالية الماركن تماما كده اكون انا انتهيت من الشرح اتمنى اكون وفقت واستفدتوا ولو بمعلومة واحدة وما تنسوش ياريت تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس